مش بس كده كمان عايزين نتكلم على نادينا وبطولة أفريقيا النادي الأهلي بكرة إن شاء الله عنده مباراة مهمة مباراة مهمة جدا في مشواره لنجمة الحداشر يعني بنتكلم على النادي الأهلي بلعبته بجهازه بجماهيره بتنتظر مباراة بكرة بفارغ الصبر لأن مباراة مهمة جدا في المشوار ليه مباراة مهمة جدا في المشوار؟ حضرتكم أكيد عارفين أن يمكن بعد الخسارة من سانداونز كمان في جنوب أفريقيا النادي الأهلي عنده أربع نقاط ولكن كل الأمال موجودة وكل الطموحات موجودة لسه الأمور بإيدينا ده مهم جدا جدا الأمور ما زالت في إيدينا إن شاء الله بكرة عندنا مباراة مهمة بعد طبعا مباراة أعتقد كانت مباراة خلينا نتكلم بكل واقعية مباراة سيئة للنادي الأهلي لكن لها ظروف يعني الظروف اللي مر بيها النادي الأهلي خلال يمكن الأسابيع اللي فاتت ظروف صعبة جدا جدا مباراة قوية جدا في فترات صغيرة فيها سفر كبير جدا لمسافات بعيدة واللي يشوف مباراة سانداونز هيعرف ده ما فيه شك إحنا ما بندورش على مباراة ودايما بنتكلم بكل أمانة هنا في قناة النادي الأهلي آه النادي الأهلي كان في حالة سيئة جدا ولكن ليه كان النادي الأهلي في حالة سيئة المجهود الكبير جدا ولما بتكلم على المجهود بتكلم على جزئين المجهود البدني والمجهود الزهني وده ظهر بشكل كبير جدا أن معظم لعبة النادي الأهلي كان خارج نضاق الخدمة وبعيد تماما عن أدائهم بسبب النقطتين دول أولا على مستوى المجهود البدني مباريات كبيرة جدا ضغوط كبيرة جدا في مباريات سفر وده بيأثر على أداء اللعيب اللي يعرف كمان كده لعبة الكورة يعني اللعيبة اللي لعبة الكورة تعرف من أول ما بتشوف النادي الأهلي في مباريات سانداونز بتعرف أن فيه إجهات كبيرة جدا فيه بطء شوية في الحركة وكمان النقطة المهمة جدا كان فيه ميز باص كبير جدا من اللعيبة مش متعودة على ميز باص بنتكلم على العمر السولية بنتكلم على أفشة بنتكلم حتى الخروج بالكورة من وراء كان فيه بعض الصعوبات مش صعوبات على المستوى التاكتك لكن صعوبات على المستوى البدني لما تكون لعب الكورة مجهد ما فيه شك ما فيه شك بيكون الأمور صعبة جدا عليه في الملعب وانت بتلعب بعد يمكن رحل السفر طويلة جدا جدا كل دي ظروف أكيد بنعذر فيها اللعيبة بنعذر فيها الجهاز الفني اللي بيحاول بقدر الإمكان أنه كمال يعمل الروتيشن ويعمل الاستشفى وكل الأدوات اللي تخلي اللعيب جاهز للمباراة لكن مباراة سانداونز خلاص مباراة للنسيان كان لها أسبابها كلنا عارفين أسبابها وزي ما بقول لحضراتكم الإجهات كان واضح جدا جدا على لعيبة النادي الأهلي أفنا صفحة سانداونز كالعادة ولكن إن شاء الله بكرة عندنا مباراة كبيرة جدا جدا على مستوى إن شاء الله الوصول طبعا لأعلى نقطة والوصول المبرانية والبطولة جميل النادي الأهلي منتظرة الحداشر والإدارة واللعيبة والجهاز الفني كلنا منتظرين إن شاء الله الفوز وزي البطولة عشان نحقق الرقم ما حصلش قبل كده في أفريق أنك تحصل على البطولة الأفريقية ثلاث سنوات على التوالي إنجاز جديد إن شاء الله يكون إضافة للنادي الأهلي اشتركوا في القناة